أو التتويج الحلو ده والانتصالات الحلوة دي بتحصل كتير بتتكرر كتير مع رجال وسيدات النادي الأهلي اللي بتقال عليهم بالمعنى الخرفي أبطال رياضات الصلاة تعالوا نتكلم عن ألعاب الصلاة في الفقرة دي في النادي الأهلي وطبعا آخر الإنجازات اللي بتتحقق فيها ولا سيما يعني البطولة الجديدة لسيدات سالة النادي الأهلي اللي حققوا لقب كأس السوبر على حساب نادي الجزيرة هنتكلم بالتفصيل عن كل ألعاب الصلاة مع ضدنا اللي بنورنا في الفقرة دي أستاذ أحمد رشاد الناقد الرياضي صباح العسل صباح الخير يا سكريم وصباح الخير يا نهواند صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي وسعيد إن أنا موجود معكم في قناة النادي الأهلي انت يعني والله بتسعيدنا وكمان بنبقى كمان رايحين لملفات مهمة وانت عندك كل الكواليس لأن انت يعني من قناة النادي الأهلي من النادي الأهلي فانت من المصدر لا أنا كمان بحب والله الألعاب الجمعية في النادي الأهلي وكمان كرة القدم لكن بصراحة الألعاب الجمعية ملمة أكتر بألعاب الصلاة نبدأ بقى رشاد معاك بسلة الأهلي والفوز الجميل مبارح على الجزيرة وأعتقد برضو كان فيه كواليس والمباراة ما كانتش سهلة أبدا وإنت كنت حاضر وعارف بالزبط سير المباراة وقبل المباراة وبعد المباراة إيه اللي حصل خيان نعرف مينك ونسمع أكيد طبعا إحنا بنبارك للنادي الأهلي تتويجه ببطولة كاس السوبر المصري بعد طبعا خسارة دور المرتبط كلنا طبعا كلنا نتمنى أن النادي الأهلي يبدأ الموسم بأول بطولة وهي دور المرتبط لكن قدر الله ما شاء فعل يعني النادي الأهلي دايما لما بيخسر بطولة بعدها على طول بيكسب بطولة تانية وهي وده اللي حصل فيه كرة السلة سيدات النادي الأهلي دور المرتبط كان لها حسابات مختلفة كتير جدا وإنا يمكن كنت ملم بحالة الفريق أو كنت مطلع على فرقة كرة السلة سيدات كان فيه طبعا إصابات هي ودي الوقت هو ده اللي عمل العامل ده أو عمل عمل الخسارة وكمان كان مبارح لعبات النادي الأهلي يمكن في مجموعة اللقاءات اللي اتعاملت معهم تكلموا على أنه كان فيه عوامل كتيرة جدا هي اللي قدت للخسارة كان وارد طبعا أنه ده يحصل بعد موسم سسناء الموسم اللي فات نادي الأهلي حق الموسم اللي فات خماسية بدون ولا هزيمة فكان وارد أنه ده يحصل لكن الكابتن طالق خيري اتكلم وقال أنه ما كناش متوقعين أو ما كناش عايزين أنه ده يحصل في بداية موسم مع بطولة مهمة أو في نهاية مهمة بس هم عوضوا على طول وده المهم هو ده المهم المهم أن الكابتن محمود الخطيب وده اللي بيحصل دايما من الكابتن محمود الخطيب أنه بيجتمع مع لعيبة النادي الأهلي سواء بعد مكسب أو بعد اخسارة قعد معهم وتكلم معهم أنه فرقة طبعا مميزة وفرقة قوية ولازم الفترة اللي جاي يبقى فيه تركيز أكتر علشان النادي الأهلي يفضل على المستوى اللي حقق أو الموسم اللي فات لأنه أنت محقق خمس بطولات جمهور النادي الأهلي وطموحات النادي الأهلي مش هترضى إلا بكل البطولات لكن قدر الله ما شاء فعل بطولة خسرناها بعدها كسبنا طبعا كاس السوبر المصري لعبات النادي الأهلي قدموا مباراة كبيرة أمام نادي الجزيرة تقلق عدد كبير جدا من كل لعيبة النادي الأهلي وشفنا طبعا مباراة قوية قدر النادي الأهلي أنه هو يحقق كاس السوبر المصري للمرة الرابعة فنتمنى التوفيق لفريق كرة السلة لأن كرة السلة في النادي الأهلي سيدات لسه عندهم كتير ومنتظرين منهم طبعا كل البطولات